السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي متابعين القناة سلواني جماع على شرط صرف الرواتب بالنسبة للمتقاعدين او المتواجدين على الاراضي التركية سواء كان متقاعد يعني او موظف وده يسحبون الرواتب مالتهم من البنوق التركية انه قالوا هل نقدر نسحب من البنوق التركية طبعا عادي تقدر تسحب بس ان اتفاجأنا بي اكو ناس سحبت انه قاطعين من الرواتب مالتهم يعني مثلا هو ذاك الشهر الماضي سحب واللي قبل خلينا نقول سحب فتفاجأ هسا قاطعين من الرواتب مالتهم مثلا اللي قاطعين منه 30 الف واللي قاطعين منه 40 الف وهكذا طلع على السبب من التصله بالجماعة بالعراق قالوا والله لن انتوا سحبتوا المكان الخارجي وهذه عمولة يعني من السوال يعني بهالحالة صارت الشهلة لن تصرف بعد هذا اولا اثنيا حاليا البنوق التركية تريدون حسبون الورقة يعني 100 دولار على 1930 بينما بالدوفيز التصريف 2030 ليرا المكاتب العراقية الموجودة سلك ما لا تقالى على مستوى سامسون المكاتب العراقية في سامسون يحسبونه على 140 الف أو 144 الف البنوق التركية نحسب تقريبا 140 الف أو 140 ألف أو حتى لو ينحسب 139 ألف من تجي تحسب فرق التصريف وفرق العملة والعملة التي قطعها من العراق إذن تسحب من مكتب عراقي أفضل هذا اللي حبي يتنوه عليه وأفيد الجماعة اللي موجودين على الأرض تركيز يسحب من مكتب عراقي وفضها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتواصل معنا على الواتساب 0090 536 3221 27 40 حسابنا على التيك توك حسابنا على انستغرام أهلا وسهلا بكم مع تحياتنا للجميع إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة